توطر واحدة مع بداية الامتحان كفيلة ان هي تضيع كل مجهود السنة بسم الله والصلاة والسلام وعلى صل الله حبيبي طلاب السنوية العامة عايز اتكلم على التوتر وليلة الامتحان طبعا كلنا بنبقى متوترين بس اهم حاجة انك تسيطر على التوتر ده تب تسيطر عليه ازاي اهم حاجة دايما بنصح الاولاد بيها ان هما في اليوم اللي قبل الامتحان لازم يكونوا نايمين كويس ما تطبقوش مش تطبق وتقول انا هروح الامتحان كده وتمام الدنيا تبقى كويسة لا ما تطبقش نام حاول تاخد سبع او ثمان ساعات نوم تحدى ادنى ستة لوش عايز تنام كتير بس اهم حاجة انك تكون رايح في قمة تركيزك رايح صاحي كده وفايق قبل الامتحان مثلا باربع ساعات تبتدي تراجع وتروح الامتحان تكون في قمة نشاطك وتركيزك اللحظة اللي قلية متوتر فيها والمرائب بيسلم الورق اللحظة دي بتبقى الدنيا كلها متوترة فيها بس انت مريخ دعا بالكلام ده كله حاول تفصل الكلام ده تقرأ كده سورة الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن تقول اللهم لا سهل ايه ما جعلته سهلة وانت فلق العظيم تجعل الصعب ايه ده شيئته سهلة وتبتدي تاخد الورقة وتبص نظرة عامة على اسئلة وانت بتحل مش معنى ان فيه سؤال قبلك انت مش عارف تحله او حاسد ان انت بالنسبة لك صعب او تغلط فيه ان انت خلاص بقى توقف وتتبرجل وتضيع وقت عليه لا ممكن تتسيبه وتبتدي تخلص الورقة كلها وبعدين تبقى ترجع له لكن ما تخليش السؤال ده ما توقفش عنده ما تضيعش توقفش عنده ما تضيعش توقف فيه ما تضيعش وقت كتير فيه عشان فيها اسئلة تانية اهم سؤال البراجراف قلنا ان الاسئلة المهمة جدا والحمد الله في قناتنا خلصنا على السؤال البراجراف الايجابي والبراجراف السلبي وخلصنا باراجراف متميز وكلمنا عن باراجراف عن المستقبل ازاي تتكلم عن المستقبل كلمة على موضوعات كتير متنوعة وقلت لكم كمان لو حد شاير فيه ناس شايرت الفيديو وبعتتلي لو حد عايز لي يكتب باراجراف ويبعتلي واصحح له ما فيش مشكلة في الفيديو اللي هو اللي احنا قلنا عليه تشايره وتبعتلي على الفيش بس اهم حاجة ما تفقدوش السيطرة على اعلكم تركيز لازم يبقى بنسبة 100% النوم تكون نايم كتير نايم فائق تكون لحظة تركيزك ما تطبقش وتصهر مش عايز حد يفضل مطبق ويقولك انا ما بعرفش هفضل مطبق لا غلط هتروح يبقى تركيزك برضو مش 100% اي تكة هتحصل في الامتحانة او اي حاجة كده خارجية هتأثر عليك في الامتحان بالنسبة للوقت لسه في وقت في ناس تقولك لا الوقت خلاص لا لسه في وقت خش على فيديوهات المراجعة وبتدي راجع بالنسبة للقصة الناس كتير مثلا ما بدقيتش القصة طب نعمل ايه في القصة فالقصة اللي هي ممكن اللي ما بصر فيها خالص يمسكها عربي يراها عربي كويس ويفهمها وبعدين يمسك الأسئلة بتاعت اي كتاب خارجي مراجعة ويحفظ الأسئلة اللي هي في الكتاب المراجعة اشتركوا في القناة